بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمة السليمة مرحبا بكل متتبعات ومتتبعي كوكب التقنية الكرام والكريمات في الحلقة الثامن عشر من تعلم استخدام مايكروسوفت أوفيس وورد الفين وستة عشر اليوم إن شاء الله سنتحكم في الفقرات كيف ذلك؟ أولا سنوضح كيف يمكننا أن نتنقل من فقرة إلى أخرى كما نتنقل من كلمة إلى أخرى يمكننا أن نتنقل من فقرة إلى أخرى وبالتالي تحديد فقرة بفقرة هذا أولا ثم تانيا سنتحكم في الغدغي الغدغي بمعنى الصفحة عرضها ستة عصر سنتيمترا الهامش على اليسار وعلى اليمين سنتيمترا ونصف يمكن أن نقلص من أرض الهامشين فأجعلهما مثلا سنتيمترا ونصف على اليسار وعلى اليمين كذلك حسب ما نحب كذلك يمكننا إن شاء الله أن نجعل السطر الأول يدخل قليلا أي يكون متقدما على الأسطر الأخرى بسنتيمترا فاصلة خمسة وعشرون أو خمسون أو سنتيمترا على باقي الأسطر كي نميز بين الفقرات وتكون لهم أو تكون لها جمالية للناظر هذا هو محتوى هذا التسجيل إن شاء الله قد يكون طويلا إلى حد ما لكن لأهميته البالغة حيث يمكننا أن نستثمر هذه الطريقة في الطلب كما درسنا في التسجيل السابق واستخدامها كذلك في كتابة دروسنا ومحتوياتنا التي نريدها سواء كتب أو غيرها على بركة الله دون أن نكتب نستثمر تقنية غاند را ان دي طبعا قبل غاند ايقال تساوي غاند بارونتز كوس بارونتز دروات يعني فتح قوس وغلقه دون أن نكتبها هذه المرة أي شيء فهو يعطينا أي الوود 2016 تعزق يعطينا أربع فقرات كل فقرات تحتوي على أسطور أو جمل ثان على بركة الله أكتب إذن أنسر F المؤثر على في اليسار بشكل ترقائي إذن إيقال نكتب R A N D نفتح القوس ونغلقه ثم نفتح الإدخال كنترول أرجين كنترول بداية أو دبي إذن أغلق لوحات الأرقام ليكون التسجيل أكثر دقة إذن للتحرك من كلمة إلى كلمة أضغط على مفتاح الكنترول وأتحرك بالسهم الأيمن لأنني في نص مكتوب بالفرنسية إذن أرجين أو بداية لأقف على أول سطر لتحديده أيضاً كنترول ماز سهم أيمن لأنني في الفرنسية لأمر واضح إذن للتحول أو التنقل من فقرة إلى فقرة أضغط على كنترول وأنزل بالسهم الأسفل لاحظوا معي جيداً فوق إذن أسعد سأرى لأي إن أنا سعد سيقول لي لا توجد أي فقرة أنزل تخطى الفقرة الأولى التي هي التي هي إذن أنزل بالسهم الأسفل الفقرة الثالثة الآن الفقرة الرابعة لاحظوا معي الآن غلقت قد قمت بإغلاقي لوحة الأرقام الحاسبة إذن إن أنا ضغطت على العدد 7 فإنه يقرأ لي الجملة وليس السطر وليس السطر الجملة السابقة العدد 8 سيعيد قراءتها بمعنى هو يقرأ الحالي إذن العدد 9 يقرأ لي الجملة الموالية إذن إن أنا ضغطت على العدد 8 فإنه سيقرأ لي بمعنى أنني في نفس الجملة أما إن أنا ضغطت على العدد 7 فإنه سيقرأ لي الجملة السابقة واضح إذن الآن العدد 4 سيقرأ لي بالكلمة انتبهوا أربعة أو لي لي يعني أنا في بداية الكلمة العدد 5 الكلمة الحالية العدد 6 الكلمة الموالية لكن الملاحظ بأنها فقط القراءة دون أن يتحرك المؤشر أما بالنسبة للواحد العدد 1 فهو يقرأ لي الحرف السابق والعدد 2 الحرف الحالي والعدد 3 الحرف الموالي انتبهوا أسباس فراغ إذن ثم 3 D E E 2 وهكذا إذن أفتحوا الحاسبة قد نحتاجها إذن الآن أوريجين أو أوريجين L الفيديو إذن إن أنا ضغطت على Ctrl Max سهم أسفل فإنني سأحدد الفقرة الأولى أنتبه أنا متأكد تمام متأكد من أنني قد حددت قمت لسيلكشيون تحددت الفقرة الأولى الآن سنحدث التغييرات على هذه الفقرة أبليكاسيون إذن مفتاح تطبيقات أنزل إلى Paragraph مفتاح الإدخال Paragraph Dialogue Alignement Liste Béroulante Alp Alignement يعني تجابها في اليسار لا يهموني هي لائحة غير مهمة بالنسبة المحتوى لا يهموني الآن من اليسار إلى اليمين محددة بزر الراديو بطن رديو لا لنحدي أي تغيير هنا طب الآن قبل النص يعني قبل المحتوى الفقرة 0 سنتيمتر إن أنا أردت أن أقلص من الهامش فأضغط على ناقص في الحاسبة ثم العدد 1 هذه مسألة اختيارية بالنسبة لكل شخص كيفما كان حسب اختياري حسب استغالي أنا الآن أوضح فقط طب بعد يعني يعني بنلجيها اليمنى بعد النص كذلك للتساوي أضغط على ناقص ثم وحد الآن طب سبيسيال أنزل باستهم العسفل انتبهوا جيدا هنا أتحكم في الفراغ الذي سأجعله في أول السطر سبيسيال سبيسيال في لست سبيسيال 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 يعني بداية السطر سطر في الفقرة طب بشكل تلقائي أعطاني واحد فاصلة خمسة وعشرون سنتيمتر أتركه بشكل تلقائي لأنني عندما استشرت مع مبتر قال بأن الوضع يبدو أكثر جماليا من تجربة سنتيمتر طب ليست مهمة إلى غير مهمة إلى أوك أوك الآن لازالت الفقرة محددة لن كنترول ج لجستفية هذا التغيير أو هذا الاختيار لا ينبغي أن أقوم به مرة أخرى في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا سيأخذ مني الوقت مأخده عندي حل يمكن أن أنسخ لكن ماذا سأنسخ سأنسخ هذه التعديلات هذه التعديلات دون الكتابة أو غيرها فقط التعديلات التعديلات المارس والتعديلات الخاصة بالزيادة في السطر وغيرها إذن كيف ذلك الدغط على كنترول مارس مع عواد كنترول س لا يقول لي المؤسسر شيئا قمت بها إذن أتحرك بالأسهم لإزالة التحديد إذن أضغط على كنترول وثام أسفل pour donner إذن أنا أوقف على الفقرة الثانية كنترول مارس وأنزل بالسهم الأسفل ثم 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 retour شاريو أرجع بالسهم الأعلى كنترول أنزل سيقول لي سيلكتشوني لاحظتم الآن كنترول مع الحرف V للاسقي للميز en forme تلك التمثيقات كنترول مع V لن يقول شيئا لكن العملية تضل جميلة أو تصير جميلة كنترول Z ستلاحظون شيئا لحظتم حتى قد نقلت وهكذا أكون قد أنهيت العملية تمنى أن يكون التسجيل واضحا وربما لم يكن طويا كما كنت أظن إذن لا تنسون من خالص دعائكم أترككم في رعاية الله مع قوته في حلقة أخرى إن شاء الله من تعلم استخدام Microsoft Office Word سلام عليكم